من أجل أن تعمى قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي خرج به المشارك على المستوى الشعبي فقد وصل عضو المكتب السياسي بالحركة الوطنية الامبعيز محمد صالح عبدالجليل والوفد المرافق له لمدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامة وقد تم استقباله من قبل حشود كبيرة من مناضل ومناضلة الحركة الوطنية في مقدمتهم الأمين العام للمكتب الولائي سليمان إسحاق وكذا عمدة بلدية أم التيمان أحمد حسن برمه عقب ذلك عقد لقاء مع عضاء المكتب الولائي وذلك بهدف حياة الحزب بالولاية وتجدر بنا الإشارة بأن عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية محمد صالح عبدالجليل قبل وصوله لمدينة أم التيمان حيث وقف بمحافظة أبو دياء ليجتمع مع مناضل ومناضلات الحركة بالمحافظة مقدما إياهم بعض التوجهات والتعليمات التي تخدم في سياسة الحزب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة